ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصصا للمصادقة على مشروعي قانوني إطار ومشروعي قانون ومشروعي مرسومين ومجموعة من الاتفاقيات الدولية وفي بداية أشغال المجلس قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام جلالة الملك أعزه الله عرضا حول مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به جلالة الملك إثر ذلك قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ومشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار كما صادق على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها ومشروع مرصومين يتعلقان على التوالي بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها وبوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم كما صادق المجلس الوزاري على 16 اتفاقية دولية منها 9 اتفاقيات ثنائية و7 متعددة الأطراف وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية تفضل جلالة المالك بتعين السيد خاليد سفير مديرا عاما لصندوق الإذاع والتدبير والسيد عمر عبداللطيف زغنون مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عين صاحب الجلالة السيد نور الدين بطيب رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب السيد عبدالرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات وبمبادرة من الوزير المنتدى بلدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وفي ختم أشغال المجلس قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك حفظه الله يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى التي يتولاها جلالة الملك أمير المؤمنين الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية لكل المغرب على اختلاف عقائدهم الدينية وتكريسا للرافد العبري كمكون لثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها تشمل الهيئات التالية المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية ولجنة اليهود المغربة بالخارج ومؤسسة الديانة اليهودية المغربية